في اطار العلاقات الاخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في الحفل الذي اقامته الوزارة عن بعد لتكريم طلبة المملكة الفائزين في التصفيات المحلية لمسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الخامسة بحضور الاستاذة اماني البتريث مساعد الامين العام للمسابقة اشاد سعادة وزير التربية والتعليم بالعلاقات الاخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة بفضل قيادتيهم الحكيمتين معربا عن تقديره لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باطلاق هذا المشروع الرائد على مستوى الوطن العربي تأكيدا على اهمية القراءة للارتقاء بمهارات الطلبة في التفكير والتعبير والابداع ونشر قيم التسامح والتعايش والحوار والانفتاح الثقافي كما أعرب الوزير عن شكره لجميع المشاركين في نسخة هذا العام على مستوى المملكة والذي ارتفع عددهم إلى حوالي 175 ألف طالب وطالبة مقارنة بحوالي 94 ألف في النسخة السابقة تاركين بصمة مميزة لمشاركة مملكة البحرين ضمن 51 دولة مشاركة فازت مملكة البحرين حقيقة ما شاء الله عشر نتائج حق طلبتنا مبروك للمدارس اللي فازت ومبروك للمدرسة عراض الابتدائية للبنات على إصرارهم وعزيمتهم وفوزهم بالمركز الأول مبروك للمنسقات مبروك للمتابعين هذا يدل على شيء يدل على أن فعلا وزارة التربية والتعليم تحط مثل ما نقول عزيمتها وإصرارها ونتحدى كل الصعاب تشرفنا اليوم بتتويج بطل التحدي من قبل سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وإحنا الحمد لله السنة كانت عندنا التحديات وتجاوزنا كل هذه التحديات بإصرار طلابنا طلاب التحدي أبطال التحدي أبطال التحدي وصل عددهم السنة إلى 175 ما يقارب 175 ألف بطل كلهم أبطال كلهم أبطال للتحدي وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لتشجيع القراءة والإطلاع والبحث ومن ضمنها تخصص حصص يومية للقراءة في مختلف المراحل الدراسية فضلا عن توفير مركز مصادر تعلم بكل مدرسة يتضمن باقة متنوعة من الكتب الورقية والرقمية وخدمات البحث الإلكترونية إضافة إلى وجود مراكز عامة لمصادر المعرفة موزعة على مختلف المحافظات ثم تم تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز العشر الأولى على مستوى المملكة حيث حصل على المركز الأول علي رضا العريبي من المعهد الديني الجعفري كانت نتيجة غير متوقعة والله الحمد من بعد ما تم إعلان النتائج كان شيء مفاجئ جدا بالنسبة لي فخنقتني العبرة وبدأت الدموع تنذرف من عيني بدون إرادتي وبالتوفيق للجميع وأريد أن أذكر أن كلنا فائز وكل من بدأ وشارك في تحدي القراءة العربي يعتبر فائز من اللحظة الأولى كما تم تكريم مدرسة عراد الابتدائية للبنات لفوزها بجائزة المدرسة المتميزة في المشاركة بالمسابقة إضافة إلى الأستاذة إيمان إبراهيم زايد اختصاصي أنشطة مدرسية بإدارة الخدمات الطلابية بالوزارة لفوزها بجائزة أفضل مشرف معكم الأستاذة هنادي جاسم المقهوي مديرة مدرسة عراد الابتدائية للبنات الفائزة بجائزة تحدي القراءة لهذا العام نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز المميز ونشكر قيادتنا الحكيمة على اهتمامها بالإنسان البحريني والتعلمة ونشكر سعادة وزير التربية والتعليم على المتابعة الحثيثة لهذه المسابقة وكذلك نشكر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لهذه المسابقة العالمية والتي رسخت حب القراءة وهمية اللغة العربية لبناء الحضارة وكذلك للتفكير الإبجاعي وتعزيزه لدى أبنائنا الطلبة والطالبات لعلوم المستقبل طبعا هذه الجائزة عبارة عن تتويج لعمل مستمر ودعوب ومتابعة مستمرة وحثيثة للمدارس هذه الجائزة تعطينا دافع أكبر للاستمرار ولتقديم كل أشكال الدعم والمساندة فيما يتعلق بالجائزة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتي انتقلنا إلى منظومة إلكترونية مما يساعد على طبعا بذل جهد أكبر وسيشارك الفائزون في الحفل الختامي لجميع الدول المشاركة المزمع عقده في الفترة القريبة المقبلة اشتركوا في القناة